مشاهدينا مجز لهم وآخر للأنباء مع دينا تفضل يدينا شكرا لك بسانت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت تيجرنيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أوجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تفعيل مبادرة بنك المعرفة المصرية بما يسهم في الارتقاء بتصنيف جامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي وجه رئيس السيسي باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر كما وجه رئيس السيسي بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي في ضوء الأولوية التي يحضى بها قطاع التعليم بشقيها وبما ينعكس إيجابيا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميا وعالميا وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز هناء الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب مصر للكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل لأولمبياد باريس 2024 وأكد متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أشهد بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني حيث أصبح منتخب مصر للكرة اليد نموذجا للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام الانتصارات الرياضية المصرية في جميع الألعاب والبطولات من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم قال الرئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي إن الحوار الوطني رفع 137 توصية في كافة المجالات خلال المرحلة الأولى وخلال ندوة نظمتها تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولية للكتاب حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني أكد فوزي أن الحوار الوطني تجربة وليدة وأبواب مفتوحة للجميع وأن جميع الأطراف استفادت من مخرجاته وضف فوزي أن الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى تؤكد الجدية في دراسة التوصيات وتفايلها على أرض الواقع وصف فيليب لازاريني المفاوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنه صادم ودعا لازاريني الدول التي علقت تمويل الوكالة إلى العدول عن قراراتها مشددا على أن هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين اليوم برئاسة المملكة المغربية بناء على طلب فلسطين يأتي طلب الفلسطينيين لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتدابير المؤقتة التي يتحتم على إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال تنفيذها والالتزام بها أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير المقبل حجد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا وأضف البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين سيستغلان اجتماعهما للتأكيد مجددا على دعمهم القوي لأوكرانيا في وجه العمليات العسكرية الروسية هذا وسيناقش بايدن وشولتس الجهود المبدولة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط قال حاكم منطقة بولتوفا الأوكرانية فيليب برونين إن صواريخ روسية أصبت موقعا صنعيا في مدينة كارمنشوك الواقع بوسط البلاد مما أدى إلى اندلاع حارقة وكتب برونين في تعليق على تطبيق تيليجرام أن صاروخين باليستيين روسيين أصاب الهدف في المدينة وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أطقم الطوارئ وهي تكافح حريقا لكن برونين لم يذكر أي تفاصيل عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح ورياضيا يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم الليلة نظيره منتخب الكنهو الديمقراطية في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوتيفور وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى دورة ثمن النهائي بعد احتلاله وصفة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة